الله صدق في ما قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم كان عمر رضي الله عنه يقول انا لا احمل هم الدعاء الاجابة ولكن احمل هم الدعاء لان الله سبحانه وتعالى بالجود موصوف ومعروف سوف يعطيني ولكن يعطيني لمصلحتي لا يعطيني لهواي ولا لما اراه انا بعين البصيرة انا ارى ان هذا الولد لابد ان يدخل كلية كذا مثلا هذا الولد لابد لم يدخل حزن البيت وحزنة الاسرة رأيت ان ابنتي فلان فلان هذه لا يجب ان تتزوج الا ابن فلان لم يحدث من رحمة الله سبحانه انا قد لا ارى الحكمة على المدى العاجل ولا على المدى الاجل ولكن هناك حكمة حكم كبيرة لا يعلمها الا الله سبحانه تعالى